السلام عليكم فيديو جديد في سلسلة عملية تطبيقات بالسنظام الجافا سكريبت والهتين ميل والسي اس اس لو ما تعرفش ايه السلسلة دي هتلاقي فيديو مقدمة ظهر عندك هنا شوفوا عشان تعرف ايه السلسلة دي و احنا عملناها ايه باختصار السلسلة دي معمولة للمتدئين للناس اللي لسه متعلمين برماغة جديدة عشان يلاقوا تطبيقات بسيطة يطبقوا عليها اللي لسه متعلمينه فعشان تفهم اللي يتقال في الفيديو ده لازم تكون على الاقل عارف اسيات الجافا سكريبت والهتين ميل والسي اس اس لو ما تعرفش الحاجات دي احفظ الفيديو ده وبرجع له لما اكون جاهز في الفيديو ده هنعمل لعبة ال اكس او واللي اسمها بالانجليزي التيك تاك تو واللعبة بسيطة مش محتاجة فانكشنز كتير فالفيديو كله تقريبا هيكون حوالي 14 دقيقة وهي دي النتيجة النهائية لللعبة اللي هنعملها ان شاء الله لو عندك سؤال او في حاجة مش مفهومة او لو عندك تراح للعبة او تطبيق نعملهم في الفيديوهات الجاية سب النا تحت في الكومنتات ويالله بنا على الانترو اهلا بيكم في فيديو جديد من اساسية عمل تطبيقات بسقدم الجافا سكريبت والهتش تيميل والسي اس اس في فيديو النهاردة هنعمل لعبة ال اكس او واللي اسمها بالانجليزي التيك تاك تو هنبدأ زي كل مرة فهنفتح الفيديو سودي كود وهنعمل ملف جديد هنسميه اكس او جيم دوت اتش تيميل ونحفظ الملف في ونكتب جوه الملف التاج الهتش وان وقوة التاج الهتش وان هنكتب الجملة hello world ونفتح الملف اللي عملناه بالضغط مرتين عليه بالماوس هنلاقي تفتح في المتصفح وهنلاقي كلمة hello world موجودة قدامنا تمام؟ هنحط الفيديو سودي كود جنب المتصفح عشان ما نعطش نقفل ونفتح وهنكبر الخط بتاع الفيديو سودي كود عشان يكون واضح قدامكم هنشيل التاج الهتش وان عشان مش هنحتاجه في حاجة وهندوس على رقم واحد وزرار الشفت من الكيبورد عشان نعمل علامة التعجب وندوس enter هنلاقي صفحة الهتش تيميل الكتبة لوحدها هنغير عنوان الصفحة الهتش تيميل لي اكس او جيم ونقف هنا شوية ونشوف احنا عايزين نعمل ايه احنا عايزين نعمل مربع كبير المربع ده متقسم لتسع مربعات صغيرة ولما دوس على اي مربع من المربعات الصغيرة دي يتكتب فيه اكس او او حسب اللاعب اللي عليه الدور ولما اللاعب يعمل اكس او او لتلاث مربعات جنب بعض اللاعب ده يكسب تعالوا بقى نصمم الكلام اللي قلنا عليه ده هنعمل div وهنديله class container وهنعمل جواه div كمان ونديله class play field وجواه هنعمل div ونديله class xo square ونعمل tag style وندي ال html والbody لارتفاع 100% والمرجن بزيرو وندي للكنتينر الخلفية اللون الاسود والارتفاع 100% وندي للكس او سكوير العرض والطول 150 بيكسل والبردر وان بيكسل صوليد اللون الابيض ونديله float بتساوي left ونضيف للكنتينر display felix و display direction column وندي لل play field المرجن بوتو عشان تكون في نص الشاشة تمام؟ تعالوا نضيف باقي المربعات الصغيرة واللي هيكون لها نفس class xo square زي ما شايفين المربعات مش متنسقة فهندي play field العرض 450 عشان كل صف يكون في تات مربعات بس وال xo square هنديله box sizing border box عشان مساحة البوردر تتحسب ضمن مساحة العرض مش زيادة عليه تمام؟ زي ما شايفين هو ده الشكل اللي احنا عايزينه نكمل بقى الفانكشن بتاعتنا واللي احنا عايزين نعمله هو انه لما ندوس على اي مربع يتكتب x او او فهنعمل tag script ونعمل function جديدة هنسميها play واللي هتتنفذ لما ندوس على اي عنصر من عناصر xo square وهنمرر للفانكشن play العنصر اللي بندوس عليه كبرامتر وجوه الفانكشن هنطبع العنصر ده وتعالوا نشوف النتيجة زي ما شايفين في الكنسول بيتطبع عنصر ال xo square اللي بندوس عليه هنكتب الامر document.create element div ونحط النتيجة في متغير جديد هنسميه xo div ونكتب xo div dot text content بيسوي x عشان يتكتب حرف ال x جوه ال xo div ونضيف ال div اللي عملناها للعنصر اللي دوسنا عليه بالامر append child وهنغير لون النص للون الابيض وتعالوا نشوف النتيجة زي ما شايفين لما بندوس على اي مربع بتكتب x جواه تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو احنا دوسنا اكتر من مرة زي ما شايفين بقى عندنا اكتر من x جوا المربع يبقى احنا عايزين طريقة نسمح بها بx واحدة بس فهنعمل if جواها هنكتب الشرط ان لو ال element اللي بندوس عليها has child node يعني جواها اي عناصر اعمل return يعني ما تنفس باقي الفانكشن وتعالوا نغرب تاني تمام كل مربع بيسمح بx واحدة بس مهما دوسنا عليه طيب عايزين نكتب x او او على حسب اللعب اللي عليها الدور فهنعرف متغير جديد هنسميه user turn ونخليه بيساوي x ونخلي user turn بدل ال x اللي بنضيفها لل x او ديف ونكتب inline f else وهي هي نفس ال f else اللي احنا بنكتبها دايما لكن ال inline بيكون مختصرة الشرط هيكون لو user turn بيساوي x خليه بيساوي o ولو لا يعني لو else يبقى بيساوي x وتعالوا نشوف النتيجة تمام هنضبط بقى ال style بتاع ال x o div فهنضيف الامر class list dot add x o div و x text او o text حسب اللاعب اللي عليها الدور وهنضيف ال style بتاع الكلاصات دي هنضيف ال class x o div الفونت size 80 بيكسل و display felix و align items center و justify content center والطول والعرض 100% وهنضيف لل o text الخلفية اللون الاحمر وال x text الخلفية اللون الازرع وتعالوا نشوف النتيجة زي الفل كل ما بندوس على عنصر بيتكتب x او o والstyle بتاعها مزبط عايزين كمان نعرف مين اللاعب اللي عليه الدور فهنضيف h1 هنكتب فيها player extern عشان احنا عاملين user turn بتساوي x كقيمة افتراضية فاحنا بنفترض ان ال x هو اللي بيبدأ دايما وهنضيف ال id turn text ونضيف ال style text align center تمام هنكتب امر في الفونتشن play عشان يحدث النص بتاع h1 فهنكتب document dot get element by id turn text dot text content بيساوي player زائد user turn زائد turn والuser turn هنا هو المتغير اللي احنا بنحط فيه x او o حسب الدور وتعالوا نشوف النتيجة تمام احنا كده خلصنا الفونتشن play عايزين بقى نحسب مين اللاعب اللي كسب ازا كان اللاعب x ولا اللاعب o هنعمل ايه بقى ازاي هنحسب مين اللي كسب تعالوا نعمل اول خطوة وهي انها نعرف انهي مربع في x وانهي مربع في o هنعمل فونتشن جديدة هنسميها check score وهنستدعيها في اخر الفونتشن play وهنكتب الامر document dot query selector all dot xo square dot for each عشان يلف على كل العناصر اللي فيها الكلاص xo square وينفذ callback function فيها اتنين برامتر الاول هو العنصر اللي عليه الدور وهنسميه square والتاني هو ترتيب العنصر وهنسميه index وتعالوا نطبع قيم البرامترز دي في الكونسول زي ما شايفين بيتبع كل عناصر اللي فيها ورقام العنصر احنا عايزين نطبع بس المربعات اللي فيها اكس او او يعني نتجاهل المربعات الفاضية فهنعمل اف وجوها الشرط ان لو العنصر فيها قيمة اطبع في الكونسول قيم البرامترز عايزين بقى نفرق بينهم فهنعمل متغيرين جداد هنسميهم player x و player o وهنخليهم بيساووا array فاضية وهنكتب اتنين اف الشرط بتاعهم هيكون لو square.textcontent بيساوي اكس اعمل push لرقم العنصر اللي هو الاندكس في الاراي player x وكذلك لو textcontent بيساوي او اعمل push لرقم العنصر للاراي player o وكده بقى عندنا اتنين اراي فيهم ارقام المربعات اللي فيها اكس او او وتعالوا نتبعهم في الكونسول تمام زي الفل طيب احنا الوقتي معانا ارقام بتاعة الاكس او او احنا عايزين نعرف بقى مين اللي كسب منهم احنا عندنا طريقتين عشان نحسب مين اللي كسب من اللاعبين اول طريقة وهي عن طريق الاجوريزم معقدة وهي انك بتدخلهم ارقام المربعات وبتطلع لك مين اللي كسب بس احنا هنعملها بطريقة ابسط وهي ان احنا هنكتب كل الحلول الممكنة ونتأكد ان الارقام اللي في الـ player x او player o بتساوي اي حل من الحلول دي احنا عندنا 8 حلول ممكنة وهي 3 بالعرض و3 بالطول و2 بالعكس فهنعرف متغير جديد هنسميه possible solutions وهنكتب فيه كل حل في الـ ray لوحده وهنعمل for each تلف على كل عناصر possible solution وتشوف لو الplayer x an array او player o an array بتعمل match مع اي حل من الحلول الموجودة هنكتب if لو عناصر solution ودي الـ ray اللي عليها الدور من الـ possible solution بتساوي عناصر الplayer x-array لو الشرط ده اتحقق اتبع الجملة Plyer X 1 وكذلك مع Plyer O Array لو الشرط اتحقق اتبع الجملة Plyer O 1 تمام عايزين بقى نعرض رسالة تظهر اللعب الفائز وعايزين كمان زرار عشان نعرف نبدأ جيم جديد بدل ما نعمل Refresh للمتصفح هنعرف متغير جديد هنسميه Winner وهنخليه بيساوي 0 وتحت الجملة Plyer X 1 هنكتب الجملة Winner بيساوي X وتحت الجملة Plyer O 1 هنكتب بيساوي O هنعمل الرسالة اللي بنعرض فيها الكلام ده فهنعمل Div وهنديله ID Game Result Card وجوه ال Div هنضيف H1 ونديله ID Game Result ونضيف Button ونديله ID Start Game Button ونضيف ال Style لل Game Result Card فهنديله الخلفية اللون الابيض والBorder 1 Pixel اللون الابيض والBorder Reduce 5 Pixel والPosition Absolute والLeft والRight والBottom والTop بصفر والMargin Auto كل ده عشان يكون في نص الشاشة والعرض 400 بيكسل والارتفاع 200 بيكسل والDisplay Felix والFelix Direction Column ونضيف النص Start Game للButton Start Game Button ونضيف له الStyle الخلفية اللون الازرق ولونه النص اللون الابيض والBorder Reduce 5 بيكسل والBorder بZero والBadding والMargin 10 بيكسل والCursor Pointer ونخلي الDisplay بتاع الGameResult Card بنن عشان نخفي الرسالة ونظهرها بس لما نحتاجها فهنعمل F ويكون الشرط بتاعها لو الWinner ليه قيمة يعني مش نل زي ما هي نفذ الامر document.getElementById gameResult.textContent بيساوي player زائد winner زائد 1 عشان يكتب مين اللي فاز في التاج H1 وننفذ كمان الامر document.getElementById gameResultCard.style.display بيساوي Felix وده عشان يعرض الرسالة وتعالوا نشوف النتيجة النص مش باين لان اللون للتكست بالابيض فهندي للH1 الStyle Felix 1 ولون النص اللي هو الColor بيساوي اللون الاسود والTextAlign Center وتعالوا نجرب تاني في غلطة بسيطة في الجملة فهنضيف بس مسافة قبل كلمة 1 تمام عايزين بنا نخلي زرار الStartGame يبدأ اللعبة من جديد فهنعمل فانكشن جديدة هنسميها StartGame وننفس جواها الامرين document.getElementById gameResultCard.style.display بيساوي none وده عشان يخفي الرسالة وامر كمان document.queryselector all xodev.foreach xo.remove وده عشان يلف على كل عناصر اللي ليها class xodev ويمسحها من الHTML ونضيف الفانكشن دي للونكليك بتاعة الStartGameButton تمام تمام طيب ايه اللي يحصل لو مفيش حد كسب يعني اللي اتنين ما عرفوش يعملوا الثلاث مربعات جنب بعض ساعتها هيكون عندنا تعادل طيب تعالوا نشوف زي ما شايفين مفيش حاجة حصلت فاحنا هنضيف LCF ويكون الشنط بتاعها لو مفيش winner وعدد xodev بيساوي 9 اظهر الرسالة بالامر style.display بيساوي flex وكتب في الجملة no winners تمام تمام وبكده نكون خلصنا كل الخصائص اللي احنا عايزينها في اللعبة تعالوا كمان نغير الخط المستخدم عشان يكون شكله افضل فهنروح على جوجل فونت وندوس على اي خط احنا عايزينه وننسخ اللينك بتاع الخط ونضيفه جوه tag الhead وننسخ الفونت family ونضيفه للclass container وبكده نكون خلصنا اتمنى تكونوا تعلمتوا حاجة جديدة واشوفكم في الفيديو الجاي سلام